من نسبة لطاقتك حاليا يا برج الجزاء عم شوفك عم بتحاول انه تكون اجتماعي اكتر تنخلط مع اشخاص اكتر او تكون صداقات اكتر بحياتك عم شوفك ايضا عم تحط مجهود كتير عالي اتجاه عملك عم تركز كتير ايضا اتجاه عملك في عندك حركة وتقدم اسرع بها الشهر لانه عندك The Chariot ممكن تكون انت طالع عندك او الزهرة عندك او المونسين عندك السرطان لانه كروتايب تتبعك فعندك عم شوف عندك تقدم وعندك طموحي كتير عالي عم تشتغل عليها كتير عم تفكر ايضا باستمرارية باشي مستديم علاقة تكون جدية بالنسبة للشخص اللي انت عم تتعامل معه الحبيب او الشريك عم شوفه شخصة بالاغلب ممكن تكون عم تتعامل معه برج ناري مبين عندي اغلب الطاقة اللي طالعه اه طاقة نارية وطاقة ترابية ايضا فالشخص اللي عم تتعامل معه شخص شوي متهور شخص شوي مندفع ولكن عم شوف انه هو لحي الله سبب كل ما بيجي بيحكي معك هالشخص او يحاول انه يتقرب منك بيصير في بينكم نزاع او خلاف ايضا ممكن يكون هالشخص عم يمر بمشاكل عديدة بحياته يعني العامة بعيدة عن علاقتكم مع بعض ممكن يكون عم يمر بخلافات ونزاعات مثلا في مجال عمله او في اسرته حتى يعني بالجانب العام بحياته ولكن عم شوفه مندفع عم شوفه في عنده في عنده طريق بده يمشي فيه او عم طاقته عم تكون سريعة عم شوفك بالمستقبل يا برج الجوزاء في عندك عروض اه كتير من الحب في عندك عروض رح تيجيك ولكن بدك تنتبه بدك تاخد قرار او بدك تكون مفتح لك حتى الانو اغلبية عروض الحب اللي رح تيجيك رح تكون اه مش مش غير صادقة في عندك انت مشاعرك غير مشاعر الاشخاص اللي عم حاولوا يقدمو لك عروض لانو عم شوف انت عندك king of cups فانت عاطفية شخص ماتور او شخص ناضج ولكن عروض الحب اللي بدك تنتبه من اي شخص يقدم لك عرض حب انو ممكن يكون مش صادق مش صادق متل ما انت بتتوقع انو يكون هدا انا عم شوف انو بينكم انت وها الحبيب تعقدكم المشتركة عم شوف انو في كتير حكي بدكم تحكوه ولكن عم شوف انو انت بتركز اكتر على نوعية الحكي اللي بتحكيها يعني انت بتدرس الوضع اكتر او بتعيد حسبان المسألة في مع حالك قبل ما تحكي بالموضوع اكتر من الشخص اللي انت عم بتتعامل معه انو الشخص اللي عم بتتعامل معه ممكن يكون متهول فممكن اغلبية المشاكل او النزاعات اللي عم بتصير بينكم بسبب انو شخص متهور او بسبب انو ما بيدرس كتير الحكي لانو هو مبين انو زكي ويتي يعني بيفهم ولكن في عندو نوع من الكيرلسنس او عندو نوع من مش عدم مسئولية شوي مش كتير بيركز او مش كتير بينتبه على الحكي اللي بيحكي عم شوف انو اه حبيبك بالمستقبل او خطواته بالمستقبل اه الشخص عم يستنى خبر منك عم يستنى رسالة عم يستنى نوع من الخبر عم يستنى رجوع ايضا رجوعك لانو بيشوف انو انت معك الحياة يعني بدو يكون معك حياة كاملة او بدو يستثمر بالفعل بها العلاقة ممكن بداية العلاقة الشخص هات كان مش كتير مش كتير واخد الموضوع بجدية ولكن عم شوف بالمستقبل انو هو عم يفكر فيك كتير عم يشوف انو برغم المشاكل اللي صارت بينكم لانو بيعتبرك رفيق درب مناسب او مناسب بدنا نسحب كروت ضوضيحية لحتى نشوف انت هل رح يجيك عرض حب من هالشخص لانو عندك عروض حب بالمستقبل بدنا نشوف هل هالشخص رح لانو هو مستني رسالة منك مستني خبر بس بدنا نشوف هل رح ياخد خطوة لانو ايضا مبين انو هو عم يستنى ولكن بدو ياخد خطوة بدنا نشوف هل رح يتقدم جهتك هالشخص عم شوف انو هو كتير عم يفكر بالماضي هالشخص كتير عم يحل الماضي اللي صار بينكم وبدو يقدم لك نوع من العرض او يحكي معك ولكن عرض مش كتير كبير مش جدي او هو بيحس انو هو مش مستعد حاليا الى شي جدي كتير ولكن عم شوف انو بدو يقدم لك عرض حب ايضا king of pentacles ترمز الى شخص مستعد انو يحط المجهود في العلاقة ولو انو مش مش رح يقدم لك اشي جدي بس من البداية هو مستعد انو يحط مجهود في بها العلاقة يعني والتواصل اللي بينكم طب منا نشوف هالشخص ليش ليش ما اتخذ خطوة لحد هلا يعني او شو هو العائق اللي عم يمنعوا انو يجي ناحيتك المادة مبين انو هو المادة نوع من واحدة من الاسباب اللي عم تمنعوا من انو يجي ناحيتك ايضا هالشخص في عندو خيارين بدو يتخذ منهم في عندو شيئين شخصين او او طبية العلاقة هاي مع العمل مثلا بدو يوفق عينهم ولكن في عندو خيارين بشأن اشي معين هو لسه ما اتخذ القرار لحد هلا عم يدرس الموضوع ايضا هدا برج الجوزة هاي الكرت بيتبع برج الجوزة يعني هالشخص عم يفكر فيك بالعقل الباطني وعم يدرس الموضوع وبيشوف انو في عندو او انت بتقدم له الرضا اللي عم يبحث عم يبحث عليه عم يشوف انو عم تتفاهمه كتير او الوضع بينكم بس يكونوا منيح بيكون كتير منيح ايضا في عندو رسالة او في عندو اشي اللي بدو يقدمها لالك او بدو يوصلها لالك ولكن مش عارف كيف يوصلها لالك بيجوز البعض منكم انت تكون مساوي بلوك لهالشخص فما في عندو اي طريقة يوصل لالك هالشخص ممكن اذا انت هو في مجال يعني او اذا في بينكم اشخاص مشتركين او ممكن اتقابل هالشخص في منطقة مشتركة ممكن على الاقل اا تبين له انو انت ممكن تتقبل منو حكي لانو عم شوف انو هالشخص اا خايف يحكي لانو كل ما بيجي بيحكي اا بتصير في مشكلة او بيصير في جدال او بيصير في نزاع طيب بدنا نشوف في المستقبل هالشخص اه شو اللي بدو بدو تواصل هو بدو تواصل حتى يعني بالمستقبل مع انو عم يستنى منك هون رسالة الى انو بدو تواصل معك عم شوف انو بدو بداية جديدة معك وفي رح يترك اشي معين هالشخص ممكن يكون في اكس بحياته اكس او حاليا اممكن انتو هو مش بعلاقة وهو بعلاقة اخرى مع شخص اخر عم شوف انو رح يترك اه اشي معين اشي قديم بحياته لانو عم شوف انو في بدو يترك اشي بداية جديدة بحياته بحياته تواصل ايضا بدو تواصل معك طب الضاقة المشتركة بينكم انو انت مبين انو عم عم تدور على اشي جدي وعم تبحث على الاستمرارية ايضا ممكن تكون انت الطرف الجدي اكتر بالعلاقة لانو انو عندك عمدان اكتر بالكروت اللي بيتبعوك او انت عم تبحث على استمرارية او اكتر من هالشخص عروضه صغيرة عم شوف هالشخص او انت عم تطلب اشي ملموس عم تطلب اشي جدي طب اننا بتشوف بالمستقبل شو ممكن تكون طبيعة التواصل اللي بينكم لانو في عندك ايضا يعني في عندك تغيرات رح تصير تغيرات مفاجئة رح تصير بالتواصل بينكم يعني اللي مش عم يحكي مع حبيبه حاليا او مع شريكه بالاغلبي رح يصير في حكي واللي عم يحكي اللي فيه تواصل حاليا مع الحبيب بدك تنتبه لانو هالكرت بيرمز الى تغيرات دائما فبدك تنتبه بوقت ما يصير النزاع بينكم انو تحاولوا تحلوا المسائل بطرق سلمية طب انو نشوف بالمستقبل شو هي طبيعة التواصل اللي رح تصير بينكم او مبين انو انتو هالشخص بصراحة في كتير اوراق عندي عم تطلع اللي هي او اللي هي نزاع او اللي هي جدال مشاحنات فمبين انو انتو هالشخص كتير في بينكم حساسية يعني كتير في بينكم باشن عندك ويل اوف فورتشن طلعت مرة تانية تغيرات يعني الوضع بينكم بيكون بيمر من بين هادئ ومستقر في لحظة الى كونفلكت يعني بيصير بينكم او جدال دائما الوضع بيتغير بينكم دائما بيتلخبط مرة هيك ومرة هيك فطبيعة الحكي بينكم بالمستقبل بدك تنتبه بدك تحاول تحل الامور بطريقة سلمية او تحاول انو انت تتفهم وجهتها نظر هالشخص عمشوف هالشخص كتير مندفع ممكن يكون ايضا عصبي شوي لانو كتير اوراق عندو مشاحنات ومجادلات عمشوف انو بيصعب عليه هالشخص انو يتحكم بمشاعره او هو كيف بيحس اللي بيحس فيه بيطلعه ممكن ما في عندو فلتر او ما في عندو تنقية للحكي قبل ما يحكي فعمشوف انو هاي هي سبب المشكلة بينك وبينها الشخص فحتى بالمستقبل البعض منكم اللي رح يكون فيه بينكم تواصل بدك تنتبه من طبيعة التواصل يعني بدك تحاول انو تحل الامور بطريقة دبلوماسية اكتر اوكي حبايبي برج الجوزة بتمنى القراءة تكون فاتتكم وحبيتوها اذا حبيت الفيديو لا تنسى تحكي لايك وكومنت شير وسبسكرايب ان شاء الله رح شوفكم في فيديو قادم اشتركوا في القناة